اصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطين وتسريح من يبلغ سن الأربعين تتواصل التغييرات المثيرة للتساؤل في الهيكلية الأمنية والعسكرية السورية برئاسة بشار الأسد الذي يعد من وجهة نظر أغلب السوريين مسؤولا رئيسيا عما جرى في البلاد خلال أكثر من عقد فبعد سلسلة من التغييرات في المناصب العسكرية والأمنية يواصل الرئيس السوري إصدار قرارات ذات شأن متصل مثل تلك المتعلقة بالخدمة الاحتياطية والتسريح في القوات الحكومية والتي باتت أحد أبرز أسباب هجرة الشباب من البلاد القيادة العامة لقوات الحكومة السورية تصدر أمرا إداريا جديدا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين إضافة لتسريح من يبلغ سن الأربعين وفق شروط معينة ووفقا لوكالة السانة الرسمية فإن الأمر الإداري ينهي استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتبارا من بداية الشهر المقبل لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى الثلاثين من هذا الشهر ضمنا كما يقضي القرار بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين اعتبارا من بداية الشهر المقبل تموز يوليو لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية الشهر الجاري ضمنا القرار تضمن كذلك إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين اعتبارا من الأول من الشهر القادم لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية الشهر الجاري ضمنا والتسريح لاحقا لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية وسبق لقيادة القوات الحكومية أن أصدرت مثل هذه القرارات عدة مرات منذ العام الفائت تزامنا مع حديثها عن التوجه لتشكيل ما أسمته جيشا احترافيا يعتمد على التطوع ضمن عقود محددة وتأتي هذه التغييرات في وقت يشير مراقبون إلى احتمالية صدور قرارات أخرى تتعلق بهيكلية القوات الحكومية يرى مراقبون أنها تأتي في استراتيجية معينة لدمشق لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من ألمانيا قاسم الحريري محالي سياسي وعسكري سابق لك سيد قاسم إذن أمر إداري جديد للجيش والقوات المسلحة ينهي أمر الاحتفاظ والاستدعاء لضباط وصف ضباط ومجندين ما الجديد في هذا القرار تحياتي إليك لكل المشاهدين وشكرا على استضافة أهلا بك أهلا بك السيد الكريم كل التغييرات التي تجد على الساحة السورية من القرارات من النظام طبعا هي حتى يعطي للعالم ذريعة بأنه يعمل تصليحات في سوريا مقابل يعني العلاقات بينه بين الدول العربية في شرق أوسط يعني خطوة مقابل خطوة بمعنى الكلام حتى يعطي ضريعة للعالم بأجمع أنه يغير بأنه إنسان يعني شخص بمعنى الكلام أنه يغير شيء من النظام الداخلي في سوريا بأنه يعمل إصلاحات في سوريا لكن هذا لا يغير شيء على أرض الواقع مدام القتل موجود الاختيال موجود والاعتقال موجود وحتى تهريب الممنوعات مخدرة موجودة في سوريا إن كان على أردن أو على دولة جوار لكن هذا القرار من قبل النظام طبعا القرار إذا تم تنفيذه سوف يتم بداية الشهر القادم بتسريح عدد كبير من اللي لديهم احتياط في الجيش أو إلغاء الاحتياط بشكل عام إلغاء الاحتفاظ والاحتياط على تقريب الحد السنة الأربعين لكن يوجد هناك أشخاص موجودين في الجيش عند النظام تموا الخدمة الاحتياط من خمس لست سنين يعني اعتبروا أن الشهر القادم تم تسريح هذه الأفراد يعني هذه النقطة موضوع الذين تم الاحتفاظ بهم لخمس أو ست سنوات كان هناك من قبل شهرين أو أكثر تقريبا صدر أيضا هكذا أمر بالتسريح الذي كان يحتفظ لهم خمس سنوات أو ستة بعد قرار سنتين الآن يعني الاحتفاظ لسنة واحدة حتى يتم تسريحه أكيد أكيد سابقا النظام كان عنده ضعف في الجيش وكان في ضغوطات كان في ضغوطات دولية لدى النظام أنه يعني أحخص نصف بين يعني الحرص الحدود يعني مع الأردن يعني بالحدود الموجودة من الجنوب السوري ما كان عنده يعني عدد كافي حتى يغطي هذه المرحلة يعني لا بد يكون فيه جنود يعني آخر شيء يتغطي أو جنود يعني تبقى في الداخل الجيش ويكون جنود يعني ذو كفاءة تكون على حرص الحدود من جهة الأردن لكن كل هذه التغييرات اللي صارت أكيد هناك يوجد توصيات توصيات من قبل يعني الحليف المشترك للنظام اللي أعطى ذريعة يبقى على حكم مدة أربعين عام اللي هو الشريك الإسرائيلي لأن النظام من بداية ما استلم هذا الحكم في سوريا لم يطلق طلقة واحدة لدى الجيش على إسرائيل وإسرائيل أكثر مرة استهدفت أراضي سوريا ولم يطلق طلقة واحدة لذلك هناك يوجد توصيات أن يجب أن يخفر من الجيش من العناصر من الأفراد من الأعداد المتواجدة في الجيش يعني كما تفاقية كم ديفت بين مصر والإسرائيل كان فيه تفاقية تخفيف يعني عدد من أفراد الجيش من العتاد إلى آخره لكن التفاقية الموجودة في سوريا تختلف عن التفاقية الأخرى النظام يعني يريد أن يبقى على الحكم بأي شكل الأشكال يعني بمعنى الكلام تسريح أو لغاء الاحتياط الاحتفاظ من هذا القرار حتى يعطي ذريع المجتمع الدولي أنه يجري إصلاحات بمقابل خطوة ومقابل أن يضمن بقاوة الحكومة حتى يعطي ذريع المجتمع الدولي يعني مثل السوري المقومين في الخارج في أوروبا مثل مقومين دولة للجوار نبتعها في سيد الكريم يعني اللي إجاء على أوروبا يعني قدم طلب اللجوء وقال أنه أنا مطلوب عن جيش احتياط حتى يعطي للعالم أن ألغيت هذا القرار هذه أول ذريعة أبعاد سياسية له أبعاد سياسية له يعني ألغيت هذا القرار يعني ما عارف حد عنده حج أنه يريد أن يرجع سوريا يطلعني بكلام أنه أنا مطلوب غير مطلوب هاي كمان أحد الأبعاد السياسي لهذا النظام طيب هو في هذا القرار لم ينهي الاحتياط عفواً لسيد قاسم هو تحدث عن محتفظين واحتفاظ يعني الآن الغير ملتحق المطلوب احتياط غير ملتحق لا يشمل له هذا القرار أكيد لا يشمله القرار أنا أقصد عن الاحتفاظ في الداخل الجيش حاليا يعني بمعنى الكلام كل هذه التغييرات اللي بجلية النظام حقيت لك بالبداية أنه يعني أبعاد سياسي له وبنفس الوقت هو استغنى عن هذه العناصر لأنه لا يوجد عنده ميزاني كافية حتى يطعم هذه الأفراد يعني هنا أنت تتحدث عن عدة أسباب منها موضوع سياسي موضوع رغبة ربما ميزانية للوزارة الدفاع وهذا أحد الأسباب يعني الآن الميزانية تؤثر على موضوع العدد الكبير من الجنود والضباط حتى يتم تسريحهم أكيد وهناك يوجد وصايا يوجد وصايا سيد الكريم يعني الحليف المشترك لهذا النظام يجب أن تخفف من الجيش من عندك خلص أنت وصلت لمرحلة مؤينة وتم إثباتك عن حقوق يعني حقيقة استغربت ولفتني موضوع عندما تحدثوا أنه توصيات من حليف وإسرائيل توقعت أن تقول روسيا وإيران ربما تتدخل في هذا الأمر ألا يوجد هناك تدخل من قبل روسيا وإيران بالنسبة لإعادة تهيكلة الجيش دائما يوجد أول شهر القرار في سوريا ليس بيد بشار يعني بوحده هناك يوجد قرار دائما إيراني يوجد قرار روسي ودائما لا ننسى هناك يوجد صراع إيراني روسي يعني إذا يموم متفقين على شيء على أرض أمام العالم لكن من تحت الطاولة يعني بالخفاء يوجد خلافات لكن إعادة هيكلة الجيش يعني جيش يكون نوعي ومدرب بمعنى الكلام ويعني إلغاء الاحتفاظ بالجيش أنا أكلمتك أكثر مرة النظام قالت له إيران أنت يعني بمعنى الكلام هاي اتفاق ما بينه وبينه الإيرانيين بالذات أنت تسرح تلغي الاحتياط ونحن نأتي لك من ميليشيات من الخارج هو ليش بدهم الاحتياط من الأساس الاحتفاظ بالجيش وعندهم ميليشيات يغطي الجيش في كامله يعني عنده ميليشيات عراقية يوجد أنه ميليشيات أفغانية باكستانية إيرانية وعنده من لبنان وعندهم ميليشيات فلسطينية يعني لشو هوا بدهم كل هذا الجيش المنوض عنده أو إن شاء الله ما عنده إمكانية يغطي من ناحية الميزانية. من ناحية اللباس والعتاد. وكل شيء. يعني ما عنده إمكانية. يعني بمعنى الكلام كان مرحلة معينة. احتفظ بالجيش حتى يعني يغطي أماكن الفارغة بالنسبة للدول الجوار الحدود. لأنه لا يجوز أنه يكون عنده مثلا ميليشيات عن حدود الأردن. وصابق الأردن انكشفت أنه يوجد ميليشيات تلبس زي العسكري. وهي ميليشيات أفغانية. إراقية. لبنانية. انكشفت. لذلك هو حاول يحتفظ. يكمل من العناصر. حتى عندما اكتشفوا أمره. صار وقت التسريح. صار وقت تغيير هيكلة. أو بالأحرى توقيع عقود مع النظام بالتطويع عناصر من البنتهم للموانين للنظام. يعني في تغييرات. منها مسألة النظام الداخلي عنده ومسألة له أبعاد سياسية. حتى يقول للعالم بأجمع أنا أعمل أسلاحات. بدل ما يعمل احتفاظ في الجيش والتسريح. يبني البنية الداخلية في سوريا. البنية التحتيية لسوريا. إعمار. ما حدا. لا أعمل شيء. طيب. بدأ ما يعمل هالأشيء لشيء. بمعنى الكلام الاحتفاظ. ليش ما خرج المعتقلين. مش هو خطوة خطوة عم يعمل هيكلة للجيش باتفاق. يعني مع الوصي. ونفس الوقت مع الإيرانيين. أو حتى الدول اللي قالت له خطوة وخطوة. مش اللي أوجب عليه. أنه يعمر البنية التحتيية لسوريا. أنه يخرج المعتقلين. طيب ليش لاحظا. ما أشوف أنه ولا معتقل خرج من سوريا. ولا فيه يوجد أي فراج المعتقلين. طيب نعرفه المصير المعتقلين. اليوم نسمع نفس أدي الكريم على قنوات النظام السوري. قنوات. نسمع فيه مشاريع اقتصادية. متجعات سياحية في طرطوس. مطاعم في دمشق. فنادق في دير الزور. يعني بدل ما يعمل كل هذا. هذا كله يصب نصالح جايب النظام. هو يعمل كل هذا الشيء. التغيير الداخلي. فصل الحزم عن الدولة. عن نظام الداخلي. عزب البعث. لإرغاء الاحتفاظ. يعني يعمل تغييرات لا تؤثر شيء على نظام الحكم توعه الداخلي. هو مجرد تغيير تكتيكي. حتى يبقى على الحكم أمام العالم. وحتى يقول أني أغير وأن أصله أمامي كل شيء. لكن بالأرض هو لا أغير شيء. في جوهر المسألة باعتقادك سيد قاسم. حضرتك عسكري سابق. إعادة هيكلة الجيش. والحديث عن جيش احترافي كما سمعه. جيش منوع. هل هذا الأمر بهذه السؤولة وفي هكذا ظروف. يعني ما زالت سوريا في حالة حرب داخلية. حرب. نعم. هل يمكن الحديث إذا نعادة هيكلة وإنشاء جيش احترافي؟ هنا النظام. ماذا يفعل الآن؟ سيدي الكريم. يوجد عند النظام بعض المركزيات في المناطق السورية. يوجد مركزيات بحوران. يوجد المركزيات. مثلا في دمشق. يعني يوجد مثل ما يسمى هؤلاء المركزيات تابعين مثلا الفايلخ الخامس. في شيء طابع الفايلخ الخامس. أكيد هو معتمل على هاي المركزيات أن تكون تغطي الفراغ الموجود عنده. هو يغطى فعلا الفراغ الموجود عنده. ثاني شيء. جيش نوعي. يعني مددرب. وذو خبرة. أكيد هناك رح يكون فيه تطويع. يعني مثلا عقود مدد السنتين. وقابل التمديد مثلا. بتدريبات بكفاءات. برواتب معينة. لكن اللي تم استدعامه مع الجيش بالغصب. تجنيد الإجباري. تقصد التجنيد الإجباري. تجنيد الإجباري. تجنيد الإجباري لها ملتقى بسوريا. حتى الاحتياط ملتقى. هو لغى الاحتفاظ بالجيش. اللي يوصل عمره لحد الأربعين. أو أقل أو أكثر شوية. حتى فيه ناس وصلت عمره فوق الأربعين. لم يتم تسريح هذه الأفراد. يعني بمعنى الكلام بهذه الفوضى الموجودة في سوريا. لدى النظام. ولدى النظام الداخلي. إن كان وزارة الدفاع. حتى كمان تجمل. يعني وزارة الداخلية كما لها دور كبير. يعني بتغطية الأماكن الفارغة. لأنه كمان وزارة الدفاع والوزارة الداخلية. كان هما يعملون في خندق واحد. يعني من ناحية الأمور الأمنية. من عدة أمور. لذلك النظام اليوم يحاول يصرح بعض الأشخاص. لأنه بالأساس النظام لم يبقى عنده عدد هائل من الاحتفاظ. لأنه معظمهم قتلوا. معظمهم تم انشقاق عن الجيش. والمعظم الآخر تم تسريحه كجريح أو عنده إعاقة بسبب الحارب. يعني هو لغى الاحتفاظ. لأنه بالأساس مظل عنده عناصر كم هائل. يعني بقي في الجيش حتى يسرح. أظهر مجرد أفراد أشخاص تم لغى الاحتفاظ عنهم. ولغى المشروع كله. لأنه بالأساس مظل عنده كم هائل. أمر طبيعي يسرح ما تبقى. بقي ما تبقى. حكيت لك منه انشق منه تم اعتقاله. منه تم قتله. منه تم تسريحه. هذا الكلام هل يؤكد أو يفسر كثرة هكذا قرارات بناء الاحتفاظ والاستدعاء والاحتياطين. نتحدث عن أربع قرارات في هذا الصدد خلال عام واحد. كل هذه القرارات خلال عام واحد. والأشهر الماضية. هذا النظام يلعب على وتر بقاوة عن حكم. يلعب على وتر أنه أنا عم بعمل خطوة وخطوة. وعلى فكرة النظام في الداخل السوري لا يحكم نفسه. من يحكم هذا النظام هي روسيا. ومن خلفه من المنشات الإيرانية الإيرانية بشكل عام. القيادة الإيرانية. ومليشي حزب الله. يعني اليوم نرى عنصر عنصر. مجرد عنصر إيراني يدخل على قصر الجمهوري بدون إذن. بدون صارق إذن. بمعنى الكلام. النظام لا يمون على شيء. هي مجرد تغييرات بسيطة تكتيكية. بس لأبعاد سياسية أمان المجتمع الدولي. فقط لا غير. أما الأرض الواقع لم يعمل شيء. مدام القتل موجود. مدام الخطف موجود. الاعتقال موجود. تجارة المخدرات موجودة. دائما نسمع. حتى يوجد زعزع كبيرة في الجنوب السوري. وعلى مستوى السورية لا يوجد أمان. ما عنده قدرة أصلا يستحكم في سوريا. لكن هذه التغييرات هي مجرد مصالح شخصية. تبعات سياسية. مقاوة على الحكم. والوصي الإسرائيلي. قال له تخفف وتغير هيكلة الجيش عندك. مقاوة إذا تبقى على الحكم. هذا يخذها بمكان مصداقية. أشكرك جزيلا. أشكر من ألمانيا. قاسم الحريري. محلل سياسي وعسكري سابق.